سهلا اليوم وزير البترول والطاقة بشير مادين الضيري في المناجم في افتتاع عمال الورشة الخاصة بتقييم مراجعة النصوص القانونية للمناجم بغية ادخال تقنية جديدة تخص الوزارة المناسبة احتضنها فندق هيلتون مريم عبد الرحيم مرضي شهداء العالم العام الماضي هبوطا حدا في اسعار النفط على مستوى السوق العالمي مما ادى الى اعادة التفكير في البنود الخاصة لتنظيم العمل المنجمي وعليه جاءت هذه الورشة التي تعمل على تقييم ومراجعة النصوص القانونية للمناجم لاجل تحسين الاقسام التي ترتبط اساسا في هذا الجانب ومراعاة اللوائح القانونية كي يكون العمل ذا مصداقية تامة وبتوزيع عادل ممثلة المركز الافريقي لتنمية المناجم اشارت الى انه من خلال هذه الورشة سيتوصل المشاركون الى ادخال تقنيات جديدة مرتبطة بالاقتصاد ووضع آلية للوزارة لمباشرة مهامها بالاضافة الى معرفة الاسس العامة للمناجم وعليه فان الحكومة التشادية وبتعاون مع المركز الافريقي لتنمية المناجم والبعث الاقتصادية للامم المتحدة تعمل على تطبيق مشروع تعديل النصوص القانونية للمناجم وزير البترول والطاقة بشير مادي ممثلا لوزير المناجم والجيولوجيا ذكر بان الوزارة ستقوم بالسعي الى ادخال التعديلات في النصوص والبنود التي تهدد صلاحيات هذا القطاع كما ان المناجم في تشاد بدأت في صورة متأخرة لاجل هذا فان الورشة ستساعد في اكتساب العديد من المعلومات والقوانين المتعلقة بالمناجم وتنظيم استعمالها تجدر الاشارة الى انه خلال اربعة ايام من عمر هذه الورشة فان المشاركين سيعملون على وضع كل القوانين ودراسة المعلومات المتعلقة بالمناجم ومراجعتها مع خبراء متخصصين في المركز الافريقي لتنمية المناجم في البلاد ترجمة نانسي قنقر